موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في هذه التقطية الخاصة والمستمرة من برنامج الحقيقة في اليوم السابع والخمسين للحصار المفروض على دولة قطر واليوم التاسع والستين بعد جريمة القرصنة اليوم قطر كسبت المعركة مع دول الحصار خلال الجسد الاستثنائية لمجلس المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو وعلى صعيد آخر كلما توالت يوميات الحصار كلما تكدست في ملف المحاصرين التناقضات قولا وفعلا حاصروا قطر وتهربوا من الحوار ووضعوا الشروط ثم ألقوا الشروط ثم عادوا من جديد إلى تلك الشروط فلا داعي للغرابة فهم في بحر متلاطم من الريبة والارتباك فالعالم أصبح يتفرج ويمتعض من جمود أزمة بدأوها بجريمة ثم أخذت صبقة إعلامية وسياسية من خلال الهجوم المضلل على دولة قطر خبتم وخابت أمانيكم أيها المحاصرون ليس هذا فحسب بل امتدت هذه الأزمة لتشمل سمعة كل خليجي نعم امتدت لتصل إلى الشعوب فالاستقطاب الحاصل هنا أو هناك هو نتيجة لمراهقة سياسية بدأتها دول الحصار فاليوم قراءتنا مستمرة بما هو أكثر عمقا في مجمل هذه التناقضات أما مسألة التدويل الحج فالحقيقة تؤكد أنها قصة افتعلت إماراتيا واخرجت سعوديا من أجل ماذا برأيكم من أجل التكسب السياسي فكذبوا وما زالوا يكذبون فقطر لم تدول الحج وإنما منعت التسييس لهذه الفريضة ولكن علينا الانتباه أن ما قام به الجبير في مسألة الحج تحديدا هو في الحقيقة صرف للأنظار عن حجم الامتعاض الواسع من دور الإمارات وترويجها لمنطقة مستقبلية علمانية خلال عشر سنوات تطرب القيم والمبادئ في مجتمعاتنا العربية كل ذلك مشاهدنا الكرام سيكون ضمن حلقتنا لهذه الليلة فأهلا وسهلا بكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرة اخرى تؤكد دولة قطر التزامها بالحوار المتكافئ وغير المشروط والمتسق مع القانون الدولي والذي لا يمس بسيادتها على الرغم من اصرار دول الحصار في كل مرة على الهروب من مواجهة هذا الاستحقاق واللعب على التناقضات لاطالة امد الازمة بالنسبة للبيان ذكر بان البيان يجب على دولة قطر ان تستجيب للطلبات الثلاثة ولمبادئ القاهرة الستة وهذا فيه يعني مخالفة واضحة وصريحة لقامة المطالب نفسها التي في احد بنودها ان المطالب تعتبر لاغية بعد مرور عشرة ايام اتماع المنامة انكر الكثير من الحقائق والاضرار التي تسبب فيها الحصار واعترف ببعضها اعترافا خجولا دون ان يعتذر عنها او يبادر الى رغبته في مراجعتها واهمها استمرار اجراءات الحصار المخالفة للقانون الدولي ومعاناة المواطنين وهدر حقوقهم بسببها هناك مخالفات واضحة وصريحة للقانون الدولي وهذه المخالفات هناك تأثير على مواطنين دولة قطر جراء هذا الحصار وهناك اليوم اعتراف من قبل وزير خارجية الامارات بان المواطنين تأثروا بهذه القرارات ونحن ايضا نشكره على انه انهم ادركوا هذا التأثر بعد شهرين من الحصار وبعد ما تم تشتيت العوائل وتم حرمان الناس من حرية تنقلهم وتم اغلاق الاجواء امام الطيران القطري وتم اغلاق الحدود البرية التي تعتبر المنفذ البر الوحيد الجولة الدبلوماسية التي قام بها سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني وزير الخارجية الى الولايات المتحدة الامريكية مؤخرا ساهمت في توضيح المواقف القطرية بشأن الازمة بصورة اعمق لقاءاته مع نظيره الامريكي ونواب في مجلسي النواب والشيوخ الامريكي وكذلك مع الامين العام للامم المتحدة ومسؤولين اخرين في المنظمة الاممية اظهرت توافقا مع الموقف القطري حول ضرورة حل الازمة القائمة عن طريق الحوار ما لمسناه لديهم ان لديهم رؤية مشتركة بان مجلس التعاون هو منظومة مهمة لهم في المنطقة ومنظومة يجب ان تستمر بقوتها ككتلة واحدة وان اي خلاف فيها يؤثر على الامن والسلم الدوليين والامن والسلم فيها الاقليم لذلك لا يرون ان هناك مناسبة لان يكون اي ازمة انتصر الى هذا الحد من التفاقل ويحثون الاطراف على الانخراط في الحوار دولة قطر اكدت مرارا تمسكها بمبادرة الوساطة الكويتية الكريمة لحل الازمة وتضع الوسيط الكويتي على الدوام في صورة تحركاتها الدبلوماسية والقانونية لمناهضة الحصار تقديرا منها لتلك الوساطة واهميتها الامر الذي لا تلتزم به الاطراف المحاصرة فالبيانات التي صدرت في كل من القاهرة وجدة والمنامة اشارت اشارات خجولة الى الوساطة الكويتية دون ان تعلن موقفا صريحا يعبر عن تمسكها بتلك الوساطة كاطر للحل وتعكس مواقفها المتعنتة على الدوام مدى مخالفتها لروح المبادرة واهميتها الدول المحاصرة لم يضعوا اعتبار لهذه الوساطة ولم يذكروها الا في الفترة الاخيرة فقط اضافة الى ذلك يقولون ان الوساطة هي الوساطة الكويتية بينما يتم اخراج المواقف دون التنسيق مع الوسيط الكويتي بينما دولة قطر هناك تواصل دائما وتنسيق احتراما لجهود الوسيط هو سمو امير الكويت لن تألو قطر جهدا في مناهضة الحصار بكافة الوسائل القانونية والدبلوماسية لما له من اثار انسانية مباشرة على حقوق المواطنين والمقيمين في قطر اما الحل السياسي فانها لا تهمله ولا تستجديه وانما تعمل على انجازه بما يحفظ سيادتها واستقلال قرارها اياكم الله مشاهدين الكرام من جديد سيد ماجد مثل ما تابعنا نتحدث مباشرة عن ما تفضل به سعادة شيخ محمد بن عبدالرحمن وزير خارجي عن اجتماع المنامة هناك الكثير من المقالطات والتناقضات التي حدثت من خلال المؤتمر الصحفي لهذا الاجتماع بالمناسبة وهذا الاجمل طبعا ان وزير خارجية الامارات اكد ان هناك ضرر على المواطن الخليجي من خلال طبعا المواطن القطري كيف تبعت جملة التناقضات من اجتماعات المنامة بسم الله الرحمن الرحيم اعتقد الشيخ محمد عبدالرحمن حلل وصف بيان الدول الحصار وصف دقيق ومختصر ايضا لما يقول كان بياناتهم متناقضة فعلا متناقضة لان لو سمعنا البيان كان يرجع الى الشروط الثلاثة عشر وهم الشروط الثلاثة عشر ألقوها في بيان القاهرة وألقوها ايضا في الكتاب اول قرار لهم ان البيان هذا يعتبر لاغي بعد عشر ايام من صدوره ورجعوا الى المبادئ الستة والمبادئ الستة طبعا هم الان لنشعوا الى الثلاثة عشر المبادئ الستة لو شفناها هي فحواها مكافحة الارهاب وتمويله وعدم تدخل الدول في شون الاخر هذه احنا وقعنا فيه اتفاقية مع امريكا احنا مع مكافحة الارهاب وتمويله فالآن هم ارجعوا للشروط الثلاثة عشر السابقة وهي ايضا لاغية من قبلهم والآن ارجعوها مرة اخرى هم حقيقة متناقضين في قراراتهم من بيان القاهرة الى بيان المنامة هم انا اعتقد كان بيانهم لسببين واجهين ويرادون يوصلونها للقرب وليس لمواطنين هم قالوا ان احنا مستعدين للحوار لكن حوار بشروطهم بشروط المبادئ والشروط الثلاثة عشر اثنين ايضا يبقون يردون على مسئلة الحجاج الغطريين وحتى مبرراتهم للحج كانت يعني صراحة يسمحون للمشاهدين ان اقول لك يعني هي كذب قالوا احنا نسمحين للحجاج الغطريين وهو مسموح للحجاج الغطريين لأن الحجود البرية مقلقة السفر مباشرة بالطيران ممنوع الا عن طريق دولتين فقط نهيك عن التحريض مسألة التحريض وهو عرض للخطر مسألة التحريض لما قالوا نخشى على الحجاج من عملات ارهابية من قبل الحوثيين والغطريين والايرانيين شيء مضحك حقيقة العملة الغطرية ما تمشي وزارة الأوقاف الغطرية خاطبتهم اكثر من مرة ما ردوا عليهم الحجزات من قبل الحملات الغطرية غير مقبولة لا هيك عن البعثة الغطرية غير موجودة هناك غير مرحب البعثة دبلوماسية قصدك لا لا البعثة الحج ايضا هناك بعثة للحج وايضا القنصلية الغطرية في جدة وايضا السفالة الغطرية في الرياضة لها مقلقة بالمناسبة هي اصبحت 12 مطلب بعد المطلب رقم 12 يحدد التالي بعد مرور 10 ايام تصبح هذه المطالب لاقية الجماعة مصررين على مسألة 13 لحفظ ماء الوجه طبعا انتقل لك سيد حمزة هناك جولة طبعا لسعادة وزير خارجية كانت في امريكا من اجل اضاح الموقف القطري الخارجية الامريكية ايضا بالامس ومباشرة بعد اجتماع المنامة طالبت بفتح الحدود البرية كحسنية وكذلك الحوار المباشر كيف تبعت الجهود الدولية وتحديدا الامريكية من اجل حل هذه الازمة يعني في البداية اود ان اقول ان الازمة في جزء منها امريكي بمعنى ان الازمة هي اندلعت بعد زيارة ترامب الى المنطقة وبعض السقواء الدول الحصار بترامب نحن وجدنا خلال الايام الخمسين الماضية ان هناك كان انقسام داخل الادارة الامريكية ما بين ترامب وصهره وكوشنير وهو كان اكثر انحيازا لدول الحصار وما بين البيروقراطية الامريكية ممثلة بوزارة الخارجية والبنتاجون التي حاولت ان توازن او تعقلن مواقف ترامب في سعيها للحفاظ على المصالح القومية الامريكية التي تشترك بشكل اخير بشكل كبير مع قطر خاصة في ظل وجود قاعدة عسكرية وايضا كما اشار تقرير الخارجية الامريكية بان قطر تعتبر شريك متقدم في مكافحة الارهاب من هنا الجولة الاخيرة اذا ما تذكر اخي الكريم الوزير الخارجية تيرلسون كان هو حمل مطالب باتجاه دول الحصار ان لنبدأ الحوار الحوار بشكل او باخر ونتجنب سيناريوهات تصعيدية مختلفة لكن تعنوا الدول الحصار ادت الى ان يخرج جولة تيرلسون يعني خالية الوفاة باستثناء التأكيد على وسط الكويت فيما يتعلق على الضف على الجانب الاخر قطر كانت دبلوماسيتها نشطة ومرينة اكثر وقعت اتفاقية مكافحة وتمويل الارهاب وهو ملحق وليس اتفاقية مع وزارة الخارجية الامريكية اي سحبت الزرائع التي اشارت لها دول الحصار فيما يتعلق بين خصائم بمكافحة الارهاب فلم يبقى من قائمة المبادئ الستة لم يبقى اي حجج او اي ذرائع من شأنها ان تمنع حصول حوار مباشر لكن انا في اعتقادي ان ما جرى ان الولايات المتحدة الامريكية او الادارة الامريكية قليلا انشغلت بنفسها خلال الاسبوعين الماضيين بمعنى ان البيت الابيض الذي كان منحاز الى الدول الحصار الاربعة يواجه الان مشاكل هناك مشاكل داخلية تعصف به لناحية انه اصرام مع وزير العدل التحقيقات بشأن روسيا واحتمال تورط ابن ترامب وصهره في قضايا اتصالات مع روسيا قبل الانتخابات وبالتالي وجدنا ان هناك فوضى وانقسام هذه الفوضى اعطت لموقف وزير الخارجية الامريكية باعتباره ان هو يمثل الان البيروكوراتي الامريكي اعطته هامش مناورة فلذلك تدريجيا وانا اريد ان استذكر هنا تصريح لمتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية طالبت دول الحصار بان تبرهن على ادعاءاتها وانا سوف تعتبر هذه الادعاءات هي مجرد نكاية سياسية ليس الا طالبت لانها حل شك بالضبط فالان الموقف الامريكي واريد ان دائما اركز موقف الخارجية الامريكية او موقف الاستابلشمنت الامريكية المؤسسة الامريكية ضمن الادارة هو موقف اقرب الى قطر ويختلف عن البيت الابيض ويختلف عن البيت الابيض وفي اعتقادي على المدى الطويل ان هذا الموقف هو الذي سوف يسود لان ترامب تدريجيا سوف ينشغل بالقضايا التي تلاحقه وخاصة فيما يتعلق بترتيب بيته الابيض نعم يعني كلنا بالامس عين كبير مراسلي البيت الابيض وعين كبير موظفي البيت الابيض اليوم قبل ناتي الستيديو ووجدت انه اقال اقالب شخص عينه قبل عدة ايام فاذا كان ترامب عاجز عن ادارة المؤسسة المحيطة به فكيف سوف تسمح البيروقراطية الامريكية بان يدير ازمات كبرى في مناطق حساسة مثل ازمة الخليج فقط نقطة اخيرة اود ان اشير لها ان اجتماع المنامة يعني هو خرج بتعويذة انه علها تكون منجات انه تعويذة الحوار لكن الحوار بسقف عالي وبشروط وما الى ذلك انا في اعتقادي ان الدول الحصار التي عولت في البداية على الموقف الامريكي تعرف انها مضطرة لانتظار استجلاء حقيقة الموقف الامريكي لذلك هي اصرت على ادخال الازمة مرحلة جمود وخرجت بكل هذه التناقضات التي اشار لها وزير الخارجي القطر خلال مؤتمر نعم بالمناسبة الامريكان لكي يثبتوا حسن نية طبعا حاول وزير الخارجي الانتقال من بلد الى بلد ودعم الوساطة هذا ما نراه من خلال وزارة الخارجي الامريكي لكن هناك اختلافات يعني نراها من بعض التصريحات او بالاحرى من خلال تقريدات الرئيس الامريكي انتقلك سيد ماجد طبعا الارهاب كان شماعة للجماعة ودولة قطر اكدت مرارا بانها تكافح هذه الظاهرة الخبيثة اليوم الجماعة تطرقوا الى موضوع اخر قالوا لا خلاص الارهاب شماعة وانتهت مستهلكة هذه الكلمة لننتقل الى موضوع التدخل في الشأن الداخلي وتناسوا هؤلاء الوزراء في مؤتمر او في اجتماعهم في المنامة بان التدخل في الشأن الداخلي للدول من اجل قلب نظام الحكم كما حصل في قطر عام 1996 هو اعلى مراتب التدخل الداخلي هل انكشفوا امام الرأي العام هل حاولوا تضليل الرأي العام وبالتالي الرأي العام لا على بينا اتحدث عن الرأي العام الخليجي بشكل خاص شوف احنا لو نرجع استذكر ازمة 96 هي ازمة خطيرة جدا في تاريخ القطري هي كانت محاولة للغلاب العسكري لسموه الامير الشيخ حمد الله حفظه فكانت ازمة كبيرة حقيقة لتدخل سافر واجرامي لتغيير الحكم في قطر وهذا طبعا مرفوض وتم مسك الخلية ومسك أيضا عسكر ومسك مواطنين أيضا سعوديين داخل الدوحة وموضوع خطير وعلى كل ان قطر هدت الموضوع تعاملت بحكمة تعاملت بحكمة بعد الغبض على محاولة الانقلاب وكان هناك حشود عسكرية خلالنا نكون صالحين على الحدود البرية القطرية تقديم السعودية والاماراتية وحتى في أرض البحرين كان هناك أيضا قوات عسكرية للتدخل في دولة القطر ويقول لك الجماعة لا ما يتدخل كانت أزمة كبيرة وهم الآن قاعدين دايما لو رجعنا يرجعون إلى تسجيل صوتي للشيخ حمد بن الخليفة الثانية الله يذكره بالخير وأيضا الشيخ حمد بن جاسم يذكرون حوار صار مع أمر الغذافي وكان فيه أيضا صحيح فيه فيه كلام حاد على السعودية ولكن ننأكد ونجزم أن هذا الحوار مجزء كثير منه وأيضا الحوار أيضا لما صار كان المعلومات وصلت إلى السعودية ونصار هذا الحوار بعلم الملك عبد الله الله يرحمه وأيضا هناك والملك والأمير السعود الفيصل توفع لكن هناك ممكن يكون شاهد الأمير مقرن حاضر للواقعة ويقدر يقول نعم أن الغطريين بلغونا عن المحاولة التي المعمر الغذافي طالب فيها باغتيال الملك عبد الله فهم دائما يرجعون إلى هذه المحادثة أن قطر تحاول قلب نظام الحكم في السعودية وتحاول تدخل في الشؤون السعودية نعم وهذا كذب وحظ افتراء الشيء اللافت في النظر وهم يعلمون في المملكة العربية السعودية وأيضا في مملكة البحرين بأنما عندما تدخل دولة قطر كوسيط وهي نجحت في العديد من القضايا الحاصلة في منطقتنا فعادة الوسيط ممكن يضغط من جهة وممكن يتحدث من جهة أخرى في نهاية المطاف يعلمون الجماعة ولا ليش تأخر هذا لعشرات السنوات وتذكر الآن هذا مثل سلفة المقاطعة والمحاصرة للجماعة يقولوا لا يا أخي نحن نبيل العالم بأن قطر نحن مقاطعين قطر وليس محاصرين نحن نقولهم باختصار في هذا الموضوع وننتقل لك سيد حمزة يدخل الواحد الآن في موقع الأمم المتحدة ويكتب مقاطعة ومحاصرة طبعا هذه المصطلحات الأمم المتحدة وإمكانه أن يشوف الفرق ما بين كلمة مقاطعة ومحاصرة مثل هذه التلاعبات ومثل هذه الألفاظ رأينا كلمة تسييس وتدويل إلى آخره من هذه الكلمات وكأن الجماعة بالأمس مثل ما تفضل أبو محمد وزير خارجية الإمارات من خلال هذا المؤتمر قالها صراحة أن هذا هذا الإجراء بشكل عام قد أثر على حياة المواطن القطري يعني بالطبع بغض النظر عن المصطلحات بس عندما تقطع الممر البحري البري عفوا الوحيد الذي يصل قطر مع باقي الدول عبر السعودية بتكون قطر أندرسيج يعني تحت الحصار بالضبط هذا متفق عليه بشكل كامل دوليا طبعا دوليا خلص أنت الآن على الأقل لديك حصار بري وهذا الحصار كان يستخدم وهذا الممر كان يستخدم لغاية الأغذية والتبادل التجاري والأدوية لا يوجد دولة في الخمسين سنة الأخيرة قامت بقطع الأغذية والأدوية عن دولة أخرى حتى في حالات الحرب وهي قد تكون جزء من خاصية عربية فقط رأيناها في الفترة الأخيرة وبالتالي هنا الآن يعني الدول بغض النظر عن المصطلحات هي أقدمت على سلوك لا تعرف بشكل أو بآخر ما هي تداعياتها أو النتائج نعم هي اعتقدت أن هذا النهج سوف يأتي أكله خلال أيام قليلة وبالتالي ليس من المهم أن نبحث ما هي مآلاته وليس من المهم أن نبحث إن كان هذا أخلاقيا أم لا أخلاقيا أن هذا الفعل سوف ينسى بالتاريخ لكن صمود قطر واصطاعتها أن تأتي أن تقوم بدبلوماسية مضادة وكفاءة إداراتها حقيقة وكفاءتها سواء في تسيير أمور المواطن على مختلف المستويات يعني فاجأ فاجأ دول الحصار وفاجأ قسم كبير من الصور الأقليمية والدولية وبالتالي أصبحت الآن قطر في موقف متقدم بل على العكس الآن بدأت بهجوم وجدنا أن قطر قامت بتقديم شكاوة ضد دول الحصار في منظم طيران وهذا ما ننتقل الآن هذا الموضوع تحديدا طبعا الجماعة بالأمس قبل ما ننتقل إلى خبر الطيران في مونتريال الجماعة بالأمس من خلال وكالة الأنباء السعودية قالوا نفتح طرق جوية لطوارئ بين دولة قطر والدول الأربع العلمهم باجتماع القد طبعا عقب اجتماع لها في مدينة مونتريال طالبت المنظمة الدولية للطيران دول الحصار بالامتثال والالتزام باتفاقية شكاقو ومواصلة التعاون بخصوص سلامة وأمن الطيران علما طبعا بأن الدول المحاصرة تنازلت عن مواقفها بإقلاق الممرات الدولية وأصدرت الإعلان الملاحي حسب القانون الدولي قبيل انعقاد المجلس بقليل وهذا ما تحدثنا قبل قليل واعترافا منها بتعديها طبعا على القوانين الدولية وتفاديا لإدانتها من المجتمع الدولي بعدم احترامها للقانون سيد ماجد مثل هذا الخبر طبعا تحدثنا قبل قليل عن الموضوح هذا بتحديدا طبعا لا أعلم يمكن كثرة الضغوطات على الجبير وعلى الوزراء البقية الثلاث بأن يتعاملوا بدبلوماسية واضحة بدبلوماسية متطورة الجماعة قالوا خلنا نفاجئ الجماعة في اجتماع المنظمة حق الطيران المدني ونقولهم فتحنا الآن ممرات للطوارئ طبعا ايش تعريف الممرات للطوارئ الله العالم هل هي فقط الحج هل هي فقط الحالات الإنسانية هل هي للتبادل التجاري غامضة اليوم خرج هذا القرار بإعادة فتح الأجواء ما بين دولة قطر وكذلك الدول الأربع طبعا قرارهم نفتة لهية الطيران القطري لأن ما جاءهم أي حاجة رسمية بذلك ولي أيضا لم يوجهوا كتاب لآيكو بذلك يعني هم قرار مفرد من قبلهم وشكل ما تفضلت أنت أيضا قرار مبهم للطوارئ هل هو فعلا للحج أو فقط حادث ما معين لطائرة ما تغير مسارها في الأجواء أنا أعتقد هم أرادوا يستبقون القرارات التي اصطرت اليوم من قبل منظمة الطيران الدولي في مونتريال كندا التي اليوم طالبت بنص صريح بحث الدول على احترام اتفاقية شيكاغو شيكاغو طبعا اتفاقية موقعة في 1944 مشكلة الدول المشتركة فيها بعض الدول الملتزمة فيها والدول الأعضاء اليوم كانت موجودة يعني كان وزير البحرين أعتقد موجود وزير المملكة لم توقع في هذه الاتفاقية المملكة العربية السعادية لم توقع نعم وزيرنا اليوم بوسيف الصليطي موجود هناك وتحسب حقيقة لحركة الدبلوماسية اللي كانت كانت المنظمة في كندا ما كانت ترغب في فتح النقاش في ذلك لكن إصرار غطر على أن يكون فيه اجتماع وفعلا اجتماع عقام وخرجوا بهذا البيان بالمطالبة وليس قرار بالمطالبة لكن بعد المطالبة هذا يعني بعد أسبوع بعد شهر ممكن يرجعون مرة ثانية يجلسون بدل المطالبة أن يكون فيه قرار أو اتخاذ إجراءات عقابية طبعا أعتقد أيضا من اختصصات المنظمة أنها ما لها حق إصدار عقوبات على الدول لكن ممكن ترفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية لأنه فيه تبادل تجاري منظمة تجارة العالمية تابعة الأمم المتحدة تابعة الأمم المتحدة ممكن بالتالي تأخذ عليها عقوبات أنا أعتقد صحيح يحسب اليوم على الأقل فيه انتصار قطري كتحرك دبلوماسي نعم هنا السؤال أنتقلك سيد حمزة مثل ما تفضل أبو محمد مثل هذه المطالبة من قبل المنظمة الدولية لدول الحصار بأن تفتح الأجواء وأن لا تقحم الطيران المدني في مسائل وفي خلافات سياسية هنا السؤال مثل هذه المطالب هل بالإمكان أن تنفذ على أرض الواقع من قبل هؤلاء يعني على المدى القصير لا أعتقد أن هذه المطالب يعني دائما دول الحصار يمكن أن تنفذ من ثغرة قانونية في المادة 71 من الاتفاقية بأن تقول بأن الطيران يهدد أمن والسلامة على الدول وهي كما تدعي من ذرائع ومبررات ضد قطر لكن هذا القرار له قيمة معنوية كبيرة لأنه أول شيء أنه يدين هذه الدول وخاصة الدول الموقعة بدرجة كبيرة مثل البحرين والإمارات يدينها على إغلاق المجال الجوي ثاني شيء يعني يحوث هذه الدول وبخاصة البحرين على إعادة فتح المجال الجوي لأن المجال الجوي لأن المجال الجوي الآن هو مجال يعني محدود جدا وفيه احتمال حوادث الطيران قد قد تكون لا سمح الله قد تكون أعلى وبالتالي وبالتالي يعني حركة طيران مكسفة اضطرت طائرة إلى تبديل مسارها لسبب ما لعطل فني قد يكون موجود لكن أنا في اعتقادي أن القرار اليوم هو وضع دول حصار أمام مسؤوليت أنها هي موقعة على هذه الاتفاقية وبالتالي يجب أن تلتزم بهذه الاتفاقية أو تنسحب منها هنا قد يكون على قطر أن تواصل بالضبط هذا المساء حتى تصل إلى نهاية المطاف إما ما كما تحدث الأخ إما بأن تطالب من خلال الأمم المتحدة نعم المنظمات الدولية بالضبط على تلك الدول بالضبط بأن يكون يعني بأن يكون لحراكها هذا نتائج ملموسة على أرض الواقع على الأقل على الأقل فيما يتعلق بقضايا يعني تتعلق مثلا بقضايا مثل الحاج مثل قضايا خدمات إغاسية وما إلى ذلك قضايا تتعلق بالتجارة الدولية ومن ثم أيضا كما تنص الاتفاقية قضايا تتعلق بالترانزيت يعني التوقيع على الاتفاقية ليس فقط حرية الملاحة لكن هناك مادة على ما أعتقد هي الواحدة والثمانين تقول أنها تتيح لهذه الدول الموقعة حرية العبور والترانزيت وبالتالي من شأن هذا أن يشكل أيضا ضغط على دول الحصار للتراجع عن خطواتها نعم ذكرت قبل أقل موضوع الحج هم الجماعة ينفتحوا الممرات الطوارئ الآن بذريعة بإمكان القطري أن يتوجه مثل ما تفضلت أبو محمد بأن وزارة المواصلات والاتصالات المتمثلة بالطيران المدني القطري حاول التواصل مع الجماعة من أجل معرفة ما دار إلى الآن الجماعة لم يتواصلوا مع ربعنا في قطر بخصوص هذا الموضوع موضوع الحج ننتقل أيضا إلى تقرير آخر طبعا التقرير يكشف لنا المساعد التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طبعا من أجل تدويل قضية منع الحجاج القطريين من أداء مناسكهم كانت واضحة وشرعية وعلى الرغم من ذلك عمضت السعودية إلى التشويش عليها بالدعاءات باطلة حول تدويل الحرمين الأمر الذي لم يصدر عن أي مسؤول قطري خلونا نشاهد معكم التقرير ثم العودة إلى الحوار في محاولة جديدة لقلب الحقائق وتضليل الرأي العام ادعى وزير الخارجية السعودي عادل جبيران المطالبة بتدويل الحج هو اعلان حرب وهو يخلط متعمدا بين المساعي التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تدويل قضية منع الحجاج القطريين من أداء المناسك ومزاعم تتعلق به اللجنة القطرية مملكة عربية السعودية تعتبر أن أي طلب لتدويل الأماكن المقدس نعتبره هذا بمثابة عمل عدواني ونعتبره بمثابة إعلان حرب على المملكة والمملكة تحتفظ بحقها في الرد على أي طرف يعمل في هذا المجال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني وزير الخارجية نفى أن يكون قد صدر أي تصريح رسمي من دولة قطر حول تدويل مسألة الحج مبيناً أن دولة قطر لم تسيس هذه المسألة على عكس المملكة العربية السعودية لم يصدر أي تصريح من أي مسؤول قطري بشأن تدويل الحج ولم يتم اتخاذ أي إجراء أو تلعلان عن اتخاذ أي إجراء من شأنه النظر في قضية الحج كقضية دولية ولم تسيس دولة قطر مسألة الحج بينما سيست من قبل المملكة العربية السعودية للأسف وكان سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد الثانية رئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام قد كتب على حسابه في تويتر من المؤسف أن وزراء ومستشاري دول حصار قطر لا يعرفون الفرق بين تدويل قضية حجاج دولة قطر بعد استمرار التضييق عليهم وبين تدويل الحرمين وقال أيضا عندما تطلب دولة قطر بعدم تسيس الحج وتؤكد على وقف التضييق على الحجاج المسلمين من قطر فهذا يؤكد حرصا على قطع الطريق لتدويل الحرمين التضييقات الموضوعة أمام الحجاج القادمين من قطر تبرهن على أن السلطات السعودية هي التي تسيس الشعائر الدينية من ذلك حصر وصول حجاج دولة قطر إلى بيت الله الحرام من منفذين جويين فقط وعن طريق الترانزيت فهذا يمنع أي حاج قطري من القدوم من أي جهة أخرى من العالم نهيك عن منع الحجاج غير القادرين ماديا أو صحيا على استخدام الطيران من السفري عبر المنفذ البري حياكم الله مشاهدينا الكرام للأسف مثل ما شفنا هذا التقليل المملكة تحاول أن تخلط بعض الأمور فذكرنا تابقا بأن الموضوع هذا موضوع اللجنة الوطنية الحقوق الإنسان قامت بتدويل شكوى شكوى بأن المواطن القطري لا يستطيع الحج وأن الحج سيسى من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية وزج به بالخلافات السياسية هذا الصحيح واللي حاول وزير الخارجية طبعا عادل جبير أن يروج له بأن دولة قطر تحاول أن تدول الحج أي بوجود بعثة أممية هي من تدير مكة المكرمة أو المدينة المنورة طبعا هذا والله ما نقولها مجامل هذا مرفوض من قطر بأكملها قبل أن يكون مرفوض من المملكة العربية السعودية سيد أبو محمد لما نشوف مثل هذه التقارير ومحاولة الجبير طبعا أن يسيس الموضوع يقولك دولة قطر تحاول أن تدول الحج وهو يعرف الفرق ما بين التدويل والتسيس مثل هذه التناقضات هل تخدم رجل كوزير خارجية يمثل المملكة العربية السعودية بداية أنا أتفق معك قطر وشعب قطر والشعوب الخليجية والعربية ترفض كلمة التدويل لأننا ما نرضى بشكل ما تفضل منظمات خارجية أو مؤسسات خارجية أو دول أخرى تدير شؤون الحج في وقت الحج وهذا طبعا مفوض مكة ومدينة يديرها المملكة العربية السعودية هذا واحد نحن نتكلم عن التسيس وتسيس تكلمنا فيه كثير أنه منع الحجاج الغطيري وتضييق عليهم وتطرغناها الجبير الآن يريد أن يخلط الأوراق حقيقة الجبير يعني نتوقف عند الجبير الجبير اللي كنا قبل الأزمة نتوقف عند يا محمد الجبير اللي كنا قبل الأزمة كنا يعني نفتخر نفتخر في منطقة وفي تحليله وفي رأيه ويتكلم بأكثر من لقاء وكان واثق دائما وقت الأزمة شخصية أخرى كريزمة أخرى مرتبك متردد حتى في الكلام يتأتى يبتعد عن الإجابة يعني السؤال في وادي قد يكون متعاطم معنا يا بمحمد بطريقتنا أو بأخرى لا هو نعتقد أنه هو رجل فاهم خلني أقول لك هو فاهم ومش مقتنع بما يقوم بشكل كلمتك المشورة الجماعة بما يملون عليه ومش مقتنع بالعمل يعرف أنه قطر على حق وهم حقيقة يعني آسف هم على باطل لذلك احنا تحركاتنا دائما الآن من خلال لجنة حقوق للإنسان للمراقب الأمم المتحدة أن يا أخوان الآن السعوديين قاعدين يسيسون علينا الحج وهذا مطلب حقيقة نحنا لنا مطالب والحج للجميع ليش يضيق على الغطنيين الآن وتفتح لثمانين ألف إيراني اللي كنت في تصادم معهم طوال السنين وهما أيضا لهم مشاكل كثيرة في أيام الحج وطيق على ألفين وثلاث تلاف قطري ومقيم في قطر وهذا حقيقة الأمر مأسوف وأنا أعتقد خلاص يعني 20 يوم لازم تكون في واحد ذو الحجة تكون هناك موجود فأنا أعتقد خلاص الحج بالنسبة للغطريين والمقيمين أنه صعب أنه يتوجهون للحج ويعني هذي يخذون عليها أثام ونحن بنأخذ عليها أجر لأن النية الحجاج موجود إن شاء الله نعم ترى البعض وهذه فقط للتنويه البعض يذكر دائما أو يخاطب برنامج الحقيقة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي نقول دائما تذكرون الإيرانيين الحجاج الإيرانيين نذكر الحجاج الإيرانيين مش فقط كحجاج ولكن نذكر كتواصل إدارتين الإدارة السعودية والإدارة الإيرانية طبعا المملكة العربية السعودية تعتبر إيران عدو لدود وهذا معروف عند القاسي والداني لكن عندما نرى الحجاج الإيرانيين اليوم وصل 300 فرد من بعثة الحج فقط 300 موجودين الآن في مكة لاستقبال حجاج إيران نحن بعد أشقاء ولنا الأولوية مثل ما تفضل أبو محمد لا يوجد هناك وقت في الماضي كان بعثة الحج القطرية تذهب قبل شهرين وكان هناك التواصل الآن لا بعثة دبلوماسية ولا بعثة الحج ولا تسهيلات ولا فتح حدود برية حتى التواصل المباشر فخلونا من مسألة ممرات جوية طوارئ والكلام هذا المبهم لحتى أنتوا أنفسكم مش عارفين أنتقلك سيد حمزة في هذا الموضوع تحديدا لما نشوف تسيس موضوع الحج دائما المملكة العربية السعودية تحاول تقول يا جماعة الخير أنتم ضيوف الرحمن في هذا المكان ونحن من يدير هذا المكان ونتشرف بالمناسبة كعرب كمسلمين بأن المملكة العربية السعودية هي من تدير الحرمين الشريفين لكن لما تسيس هذه الفرائض الدينية كالحج على سبيل المثال وأن يقحم في الخلافات السياسية هل معنى ذلك أن هناك ذراي عخرى الآن الجبير يقول هذا بمثابة إعلان حرب على دولة قطر بأنها تحاول أن تدول الحج مثل هذه التناقضات والتدريسات هل هي من أجل فتح باب جديد مثل ما تفضل أبو محمد قبل قليل الإرهاب وتسكر التدخل في الشأن الداخلي أرجو أن لا يفتحونه فهم حاولوا قلب نظام الحكم في دولة قطر اليوم الجماعة يحاولون يقولون دولة قطر تعلن الحرب على المملكة العربية السعودية وهذا ما قاله الجبير يعني صحيح ما تفضلت به صحيح ألا إذا بتلاحظ يعني على الأقل منذ بداية الأزمة وبعد فشل دول الحصار باتخاذ إجراءات أو التصعيد ضد قطر يعني تحولت السياسة السعودية إلى ظاهرة إعلامية يعني بيكون الإعلام هو مبتغاها وليس من أجل التنفيذ وبالتالي بعد اجتماع المنامي ما في أي شيء يواجهه في قطر ما في أي شيء يحجده في الرأي العام وبالتالي ظهرت بشكل أو بآخر فكرة أو مسألة تسييس الحاج والدعاء والتهام قطر بأنها دعت إلى تدوير الحرمين ويبدو كما قال عبد الرحمن بن حمد لا يعرفون ما الفرق ما بين تدوير قضية حجاج قطر بمعنى تقديم شكوى من أجل ضمان حقوقهم لأن الأمم المتحدة ضمن المواسيق ضمن اليونيسكو التي أقرت وتوقع عليها السعودية تتضمن أن حرية العقائد وحرية الدين والعقائد وبالتالي لا يمكن أي شخص أن يمنع هذه أو تقحم في الخلافات السياسية هذا يسمى إقصاء بشكل أو بآخر نشاهد معك على الهواء مباشرة طبعا هذه تقريدة لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام طبعا هي واضحة تكلم عن من المؤسف أن هناك وزراء ومستشارين في دول الحصار لا يعرفون أنت عندما ترى قمة الدبلوماسية في تلك الدول قمة الدبلوماسية لا تميز ما بين الفرق ما بين التدويل ودائما نذكرها التدويل هو عندما يقوم الجبير بحمل الأزمة الخليجية ويزور مثل ما شفنا العواصم القربية التسييس هو عندما تأخذ الجانب الديني وتقحمه في الجانب السياسي هذا صحيح وبالتالي أصبح استحضار الجبير لقضية التدويل هو في محاولة تقريبا أنه وضع قطر في خانة إيران نحن نذكر بعد كارست ميناء ظهر الدعوات من إيران يحظى والله إيران علاقتها جيدة الآن مع الجماعة بطبط ظهر الدعوات أنه لتدويل حرمين من قبل إيران وهي دعوات قديمة تحت مسمى نظام أم القرى وهو سبقت إن طالبت فيها مجموعة من الدول لكن بشكل أو بآخر أن السعودية حلت جميع المشاكل مع إيران السعودية الآن تسمح لبعثة الحجاج للإيرانيين بالوصول اليوم هو صوت 300 أرسة بلتاني 86 ألف حاج إيراني بالمقابل أن هناك لم يجري التواصل مع قطر بهذه القضية أنا أعتقد أن هذه القضية سوف تذهب عن التداول الإعلامي خلال الأيام الماضية لأن هدفها إعلامي بحد وهو بشكل أو بآخر إعطاء زخيرة أو إعطاء مادة لوسائل الإعلام ولمغردين وللجيوش الإلكترونية من أجل استمرار الحاملة للتصعيد إلى قطر في ظل حالة من الجمود على مستوى اتخاذ إجراءات أو اتخاذ حدول وبالتالي لا أن هذه القضية استخدام مصطلحات مثل إعلان حرب وإنفجار وأزمة أنا أعتقد هذه ليست لامنا لباقة دبلوماسية ولا تعتمد بالأصل على تصريحات لا يوجد أي مسؤول قطري قال وطلب بالعكس عادت وزير خارجية شيخ محمد ذكر بأنه لا يوجد طبعا عندما يتحدث هذا الرجل هذا رأس الدبلوماسية في دولة قطر لا يوجد أي مسؤول قطري قام بتسييس موضوع أو تدويل الحج أنت قلق سيد ماجد عندما نرى الجبير في هذه الزاوية محصور ويقول بأن دولة قطر تعلن الحرب على المملكة العربية السعودية برأيك هل هو تهرب من مسألة الحوار؟ الجماعة ينتقلون من فصل إلى فصل إلى فصل لكن النتائج أو المعطيات عندما تشاهد على أرض الواقع معناها ما في حوار مع الجماعة في قطر أنا كنت أتمنى أن الجبير يرد على تصريح الخميني أنه مقال أنه أفضل مكان للتظاهر للأغصى في وقت الحج كلام خطير حقا أنه بيسيسون الحج الأخوة الإيرانية في وقت الحج يريدون أن يعملوا مظاهرات كبيرة لأجل دعم الفلسطين في الأغصى هذا كلام خطير حقا وزير خارجية السعودية الجبير لا توقف عنده الجبير أيضا لا توقف عند تصريح الاعتابة عندما صرح في التلفزيون بي بي اس أنه بعد عشر سنوات بسيرة الشرق أوسط جديد وتتحول الدول الأربع بالإضافة إلى الأردن إلى الدول العلمانية يعني فصل الدين عن الدولة هذا كلام خطير حقيقة جبير ما توقف عندها ولن يتوقف عندها خذها مني يا أنان لن يتوقف لا عند هذه ولا عند هذه أنت تحدث عن جبير وعن يوسف الاعتابة السفير الإماراتي في واشنطن طبعا حاول وزير الخارجية السعودية عادل جبير أن يحجب الأنظار عن ردة الفعل التي خلفتها تصريحات يوسف الاعتابة سفير الإمارات في واشنطن حول مستقبل المنطقة وعلمانية الأنظمة الحاكمة خلونا نشاهد معكم هذا التقرير ثم العودة لاستكمال ما تبقى من برنامج الحقيقة مملكة العربية السعودية تعتبر أن أي طلب لتدويل الأماكن المقدس نعتبره هذا بمثابة عمل عدواني ونعتبره بمثابة إعلان حرب على المملكة والمملكة تحتفظ بحقها في الرد على أي طرف يعمل في هذا المجال في ظهوره على ما تسمى قناة العربية حاول الجبير احتواء كرة النار التي أشعلها يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات في واشنطن ولكن مع قوة المحاولة كان لكرة النار فعلها الصادم ما بين المستنكر الرافض والمشكك والسفيه المؤيد أعتقد أن خلافنا مع قطر يتجاوز الحلاف الدبلوماسي هذا خلاف فلسفي إذا سألت الإمارات والسعودية والأردن والبحرين ما هو الشرق الأوسط الذي يريدون أن يروه في السنوات العشر المقبلة فسيكون حتما مختلفا عما تريده قطر نحن نريد شرقا أوسط أكثر علمانية بقيادة حكومات قوية هل كان يعي العتيبة ما قاله أم سيقال أنها زلة لسان أو سوء تعبير أي يكن فإن لما قاله أساس فهل حقا تتجه المنطقة إلى العلمنة أم أن سفير الإمارات جوز حده في التعبير عن موقف لا يمثل سوى موقف بلاده في المملكة العربية السعودية التي عرفت منذ تأسيسها بطبيعها الدينية المحافظ المستند إلى القرآن والسنة ثار غضب وجدل على المستوى الشعبي للرد على ما قاله العتيبة أما على المستوى الرسمي فخرج الجبير ليواري كرة النار التي أشعلها العتيبة اتهامه الباطل لقطر بتدوير الحج نجدد الترحيب بكم مشاهدنا الكرام أبو محمد مثل ما شفنا هذا التقرير طبعا التقرير يتحدث بوضوح أن الجماعة بعد تصريحات يوسف العتيبة والتي طالب فيها الدول التي ذكرتها قبل قليل بأن تصبح علمانية خلال عشر سنوات ومن الذي يقف أمام هذا المخطط مثل ما ذكر السفير الإماراتي بأن دولة قطر تقف في وجه هذا المخطط الآن رأينا ردة فعل شعبية من العائلة الحاكمة أفراد من خلال شبكات التواصل الاجتماعي تندد بالتدخل السافر لهذا الرجل وإقحام المملكة العربية السعودية التي قامت على الكتاب والسنة دولة السعودية الأولى الثانية وكذلك الثالثة رأينا أيضا كذلك علماء في الدين ورأينا أيضا العديد من الشباب السعودي الذين يردوا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي لكن لماذا لم نرى ردة فعل الحكومة السعودية؟ حقيقة نستغرب لردة الفعل المفروض يكون في ردة فعل رسمية بشكل ما تفضلت الآن فقط في ردة فعل على مستوى الشعب وعلى مستوى النخب الثقافية والمتعلمة في السعودية رفض لتصريحات الاعتابة لأن كلمة العلمانية وأساسها الجوهري فصل الدين عن الدولة هذا يعتبر كفر عند كثير من المشايخ وأهل الدين لأن الدين شامل وليس مجزة أنا أعتقد وسمعت أن هناك أيضا في خلال تواصل الاجتماعي أنه بيكون في رد رسمي على تصريحات الاعتابة لأنها تصريحات مرفوضة كيف أيضا لسفير مارة أبوظبي يصرح منفردا عن دول لها كيناتها واستغلالاتها ويضم أيضا معها الأردن ويقول أيضا أن قطر ترفض هذا التوجه بالله إحنا نرفض هذا التوجه والله فخر ها فخر لنا والله فخر ويحسب لقطر إذا رفضته نعم أنتقل سيد حمزة هناك من ربط ما بين الاثنين ربط ما بين تصريحات يوسف الاعتابة السفير الإماراتي في واشنطن وتصريحات الجبير عن تدويل أو تسييس أو محاولة قطر إعلان الحرب على المملكة العربية السعودية مثل خبر الجبير وهذا شائع وهذا المقرب على أرض الواقع كما نشاهده على أرض الواقع بأنه تقطي على خبر يوسف الاعتابة من أجل مص امتعاض الشعب السعودي يا جماعة الخير وكأنها رسالة واضحة خلوا منكم هالموضوع يوسف الاعتابة وأن السعودية بتصير علمانية في خبر أكبر تعالوا قطر تعلن الحرب وتعلن تدويل هذه الأزمة الحرامين الشريفين طبعا أزمة تسييس الحرامين الشريفين يعني أنا مشان هيك أنا قلت بالمحادث السابق بالمداخل السابق بأنه تصريحات الجبير كلياتها ظاهرة إعلامية هدفها الإعلام وهدفها يعطاء مادة إعلامية تكون قادرة أنه تشغل الرأي العام السعودي بقضية أكبر عن قضايا سواء تصريحات العتيبة أو حوادث أخرى تاني أنا أريد أن يوقف أنه أول شيء عن تصريحات العتيبة عدا عن أنه يعني كترت بالفترة الأخيرة إذا نحن إذا بترائب وسائل التواصل الاجتماعي حمد المزروعي وما إلى ذلك إذا بترائب تصريحات المسؤولين الإماراتيين إذا بترائب تصريحات العتيبة دائما كترت بشكل كبير أنه مسألت أن الإمارات تتحدث نيابي عن السعودية كأنه الآن تتحول السعودية من الدولة المركز التي كان يقال عنها في الخليج هنا بأنها عاصمة القرار العربي إلى عاصمة تابعة من ناحية القرار إلى إمارة أبو ظبي هذا يبدو بشكل واضح وصريح من خلال يعني تقريبا مواءمت كل الملفات التي تنتهجها إمارة أبو ظبي مع الموقف السعودي ويبدو واضح بشكل كبير بأنه اللوب الإمارات أو التيار الإماراتي الآن في الإعلام وفي الثقافة في أمريكا تخصد؟ لا الآن في السعودية في السعودية يعني الوسائل الإعلامي الكبرى الآن الموجودة الصحف الكبرى التي تمويلها الإمارات في السعودية الإعلاميين يتقاضون رواطبهم من الإمارات وليس من السعودية هناك تيار إماراتي أصبح تيار سياسي وهو ولي العهد الجديد يعني نقولها بصراحة ولي العهد الجديد يمثل هذا التيار وهو أقرب إلى هذا التيار ويعتقد أن إمارة أبو ظبي سهلت الطريق لوصوله إلى العهد وبالتالي خرجت هذه التصريحات وهذه التصريحات عادة عن أنها غريبة عن مجتمعات الخليج وبشكل عن نهر السياسة الخارجية لكن يبدو أن هناك خلط فهم حتى العطيب يبدو لا يعرف ما معنى العلمانية بشكل رئيس وكيف تنشأ العلمانية وهو يدقدق مشاعر الغرب لأنه ذكر في المقابلة التلفزيونية ذكر بأن الإخوان إرهابيون فرد عليه المذيع بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتبرهم فانتقل مباشرة إلى موضوع آخر بالعلمانية هو يبحث عن ما يدقدق الأمريكان بالضبط يعني ما هو لا يعرف أنه أحد مثلا مقويمات أن تكون دولة ألمانية فصل الدين عن الدولة هذا ما هو معروف لكن أن تكون هناك حرية شخصية كيف تستقيم الحرية الشخصية وبلاده تغرم أي شخص يتعاطف مع قطر بمبالغ مالية طائلة ومدد سجن قد تصل إلى خمسة ألاف إذن هو يريد نسخة أتاتوركية عن العلمانية هو يريد نسخة هو العلمانية بالنسبة إليه تشبه الاستبداد هو بدل أن يقول نحن نريد أنظمة استبدادية عسكرية على نموذج السيسي وعلى نموذج الجنار الذي جرى استحضاره وإعادته حفتر في ليبيا هو يريد أنه وصف هذه الأنظمة البالية بالعلمانية لكي يقول أن قطر تدعم الإسلامية قطاع سياسي نعم ننتقل أيضا إلى خبر خبر نيويورك تايمز يؤكد أن الإمارات أرادت استضافة سفارة لطالبان لديها قبل أن تستضيف قطر مكتبها لطالبان وهو تناقض قريب حيث أن الإمارات تنتقد قطر لاستضافة هذا المكتب الذي كان الهدف منه إرساء السلام وخلق التوافق داخل أفغانستان وقد تم اتهام دولة قطر بدعمها للإرهاب بسبب هذا المكتب الذي عاملوا أن يكون على أراضيهم نعم بالمناسبة فقط للتاريخ إما خانتني الذاكرة وإن شاء الله ما تقوني الذاكرة بأن طالبان في عام 1996 كان لها مكاتب في ثلاث دول فقط مكاتب وسفرات في أبوظبي وفي الرياض وفي باكستان لهذه الحركة الآن يتهمون دولة قطر بأنها تتعامل مع حركة طالبان أنتم في الماضي تتعاملوا مع من؟ مع نفس الحركة هذا التناقض عندما تتهم دولة قطر بأنها تحاول أن طبعا هذا بعلم الولايات المتحدة الأمريكية وبراك أوباما شخصيا شكر دولة قطر على تبادل الأسراء وخلوا نقوله بطلب من أمريكا وبطلب أيضا من أمريكا لكن في عام 1996 وما بعد ذلك لين عام تقريبا 2001 تقريبا 2002 عندما سقطت طالبان كان هناك مكتب في أبوظبي سفارة وليس مكتب سفارة وأذكر أيضا وزير الخارجية كان اسمه أحمد متوكل على أمكان ما خابني الظن وكذلك سفارة في المملكة العربية السعودية وفي باكستان الجماعة الآن يقولون لا هذا موضوع آخر أنتم موجود طالبان عندكم هذا معناته أنكم أنتم تدعمون هذه الحركة وبالتالي دولة قطر تدعم الإرهاب شوف طالبان الولايات المتحدة الأمريكية تعاملت معها دول غربية كثيرة تعاملت معها بشكل ما تفضلت الدول هذه تعاملت معها بشكل دبلوماسي نعم فالآن هم يريدون يشيطنون طالبان ويربطون طالبان مع قطل دول إرهابية فحجة حجة رعيف ومردودة عليهم حقيقتها هذا مثل كوريا الشمالية ترى نعم ترى دولة قطر هي من تدعم البرنامج الجماعة يذاكرينه ما أدري رئيس تحرير صحيفة المعدة من أين يأتي بالأخبار هذه دولة قطر وهذا انتقلك بالسيد حمزي في هذا السؤال طبعا طالبان وخلاصنا مننا الجماعة الآن في أخبار جديدة بعد سالفة الجن الأفريقي وكذلك المعدة القطرية وحرارة الأبقار وكل جرائم والحرب العالمية الأولى والثانية سببها دولة قطر الآن الجماعة قالوا كوريا الشمالية دولة قطر تدعم التجربة النووية لكوريا الشمالية أنا ما رح أسأل الجماعة دولة هل هم يعون هذه التصريحات لكن أنا أسأل عن الشعب المغلوب صراحة في محيطنا الخليجي هل يعين مثل هذه التصريحات يعني بينه وبين نفسه يقول له إلى أين أنتم سائرون يعني حقيقة هني أخذين تجربة ملهمة أو نموذج هو الأعلام المصري هني بيعتقدوا أنه الأعلام القنوات الأعلامية المصرية استطعت أن تحقق اختراق على المستوى هي النموذج لهم على ما أعتقد هي النموذج هي النموذج يعني وليست وليست أي شيء آخر إذا بتشوف أنت الصحف السعودية والصحف الإماراتية وحتى البرامج السعودية وتحكي عن موضوعات كلياتها شعبوية ويدرك المواطن الحقيقي بدون أي تفكير بأن هذه أفكار مفتعلة وكاذبة وثازجة أيضا تدرك بأن الأعلام المصري هو النموذج بالحقيقة بهؤلاء لكن في الحالة المصرية بشكل شوي اختلفت لأن كان هناك استقطار أنا أقول أن بين الشعوب الخليجية حتى الآن لا يوجد استقطار القطريين استطاعوا من خلال تعاملهم تعاملهم بشكل رئيسي وترفعهم عن النزول إلى مستوى الاتزال السياسي والأعلامي والخلقي لدول الحصار استطاعوا أن يكسبوا معادلة الشعوب وبالتالي أنت فينك تلاحظ الحركة في وسائل التواصل الاجتماعي إن لم يكن متعاطف مع قطر حتى الآن لا تجد هذا الكم الكبير الذي يكتب ضدها هناك شرائح واسعة لا تستطيع الآلة الإعلامية لدول الحصار الوصول إليها وبالتالي هذا يفرض عليهم دائما أنا أعتقد أن هذا نهج عندما يقول عن حرارة الأبقار وعن المعد القطرية هذا نهج لكي يجذب المشاهد الذي عجز عن جذبه في قضايا حقيقية في رأي حقيقي ليقول له يمكنك الاستماع إلى رسالتي الإعلامية حتى لو كانت تافية حتى لو كانت مضحكة حتى لو كانت غريبة بشكل أو بآخر وكما تعرف الناس تحب الأخبار التي تحتوي على فكاها أنا أعتقد أن الصحفي السعودي الذي تحدث عن المعد القطرية أصبح مشهور في السعودية لكن كان الهدف سبحان الله كان الهدف من قبل من صنع القرار من صنع الحصار من خطط الحصار ونفذ على أرض الواقع بأن يكون هناك استقطاب ما بين الخليجين هذا الأم يحصى نحمد الله سبحانه وتعالى أن الشعوب الخليجية واعية هذا الأم يحصى وهذا ما لمسناه من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وأيضا نتيجة السلوك القطر يجب التأكيد على ذلك هناك تم تعميمات بشكل مختلف وأعطت الحكومة القطرية أعطت القطريين الحرية الكاملة والمقيمين أيضا وهذا ما تفضل به سمو الأمير أن كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة أصبح ناطقا إعلاميا طبعا أنا أشكركم في نهاية حلقة اليوم برنامج الحقيقة السيد حمزة مصطفى باحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أشكرك جزيل الشكر كذلك أشكرك السيد ماجد بن محمد الخليفي رئيس تحريف صحيفة الساد الدوح شكرا يا محمد أهلا وسهلا طبعا وشكرا ووصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على كرام المتابع إلى هنا وصلنا معكم لنهاية حلقة اليوم من برنامج الحقيقة لكم مني التحية والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر